بسم الله الرحمن الرحيم عن خصصهم لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد يعني احنا بنتكلم على مشروعات حيتم افتتاحها النهاردة او تم افتتاحها النهاردة ومشروعات حيتم الاعلان عنها وافتتاحها ايضا خلال الثلاثة اربعة يام اللي جاي في اطار زي ما اعلن كده هو اسبوع الصعيد وده بيعكس اهتمام الدولة وحرصها على ان هي تتجاوز كل المشاكل والصعاب والتحديات اللي كانت موجودة في الجمهورية بصفة عامة وفي الصعيد بصفة خاصة لانه زي ما تم العرض النهاردة ودكتور مصفة اتكلم فيه كانت يعني نصيب الصعيد من التنمية يمكن كان يكون اقل من باقي محافظات الجمهورية وبالتالي كان حجم النقص حجم العجز اللي موجود في الصعيد اكتر شوية احنا باللي بنعمله هنا بنحاول نخلي الدولة كلها تقريبا على خط واحد او على نسق واحد ما بقاش فيه منطقة بتتفوق على منطقة او محافظة بتتفوق على منطقة تانية بكل القطاعات ويمكن اللي حيكمل ده هو زي ما اعلن كده موضوع حياة كريمة حيغط كل المسائل وزي ما شفنا في العرض بتاع وزير الاسكان ووزير التعليم والصحة برضو ايه الجهود اللي بتتعمل في المجالات دي وزي ما قلت ده في اطار الفكرة او اطار مشروعات الصعيد كلها اللي احنا هنفتتحها خلال هذا الاسبوع انا عايز اقول لأهلنا في الصعيد والمصرين اللي بيسمعون ان حجم الجهد اللي بيبزل وانا لما قلته كذا مرة قبل كده يعني ما كنتش ببالغ بقول لكم اللي ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والانفاق مش بس ما فيش عمل من غير انفاق احنا بنتكلم في ارقام ضخمة جدا تم ضخها في صالح لصالح مجبهة يعني عشان يحقق احلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الاساسية والتعليم وكل ما بنتمنى لمصر طيب أنا عايز أقول لكم هل موضوع التنمية وموضوع الجهد بتاع الدولة يتوقف ونقول ان احنا حتى بعد ما نخلص حياة كريمة حيبقى ده معنى ان احنا خلصنا وكده لا حركة التطوير وزي ما قال كده برضو زمنا قالوا ان الجودة والرفاهية اللي بنتكلم عليها بتتطلب من ان احنا نستمرني في العمل وفي تحسين ما لدينا في تحسين اللي عملناه نحسنه ونضيف ليه أكدر وانا عايز أقول لكم احنا عندنا يعني اشكالية انا بقولها عليها دايما يعني مش عارف الكلمة دي حتبقى صعبة علينا ولا لكن يقبلوها مني هي اشكالية التخلف او متاهة التخلف وانا بعتقد ان المتاهة دي بتبقى اسببها الجهل والفقر وقلت الوعي الجهل والفقر وقلت الوعي وبالمناسبة التلات حاجات دول بيليهم تأثير متبادل بيأثروا على بعض يعني مش هنقدر ابدا نحارب الجهل اللي ازا كان لدينا قدرات اقتصادية عشان نعمل تعليم جيد احنا كلمنا في النقطة دي قبل كده وقلنا يا ترى تحت التعليم فقط تحقق جودته يمكن تكون تحقق جزء من الموضوع ليه في فرق ان انا يكون عندي عشر جامعات وانا يكون عندي خمسين جامعة اكيد تساهم في تحسين جودته لكن ايضا الجودة بتحتاج جهد اخر في جودة التعليم نفس المقدم مش في حجم التعليم المنتشر على مستوى الجمهوري يعني على كل حال الكلام ده بينطبق على التعليم وينطبق على الصحة ممكن يبع عندي مستشفى لكن يا ترى المستشفى اللي موجودة ديت بتقدر تقدي خدمة طبية كويسة وعشان كده لما نتكلم على النقطاع الصحة في الصعيد خلال الفترة ديتو حتى في حاجة كريمة احنا قلنا الخطة بتاعت التأمين الصحي الشامل كان مقاطط لها 15 سنة وبعدين قلنا نبقى طموحين شوية ونخليها عشر سنين ولما جينا نتكلم على حاجة كريمة قلنا طب على الاقل نخش على المنشآت الطبية سواء كان مستشفى او مراكز صحية ونتحرك فيها في خلال الثلاث سنوات دول وننهي البنية الصحية المطلوبة لكن البرنامج بتاع التأمين الصحي الشامل هياخد اكتر من كده بس عبق مرة منه خمس سنوات سنتين احنا في برسعيد والمحافظات الأخرى وبعدين الثلاث سنين اللي احنا استعرفنا فيهم ان احنا نخلص الموضوع اللي انا عايز اقوله ان احنا كدولة وبيكم اتبذل جهد ضخمة جدا جدا وكله كان من توفيق ربنا لينا ودايما في كل مناسبة من المناسبات دي انا يعني هفضل اكرر الحمد والشكر والثناء العظيم لله سبحانه وتعالى اللي هو اللي وفقنا ومكننا ولا انا قدر اقول بتوضع يعني من شخصي وحتى باسم الحكومة اللي تعمل ما يتعملش اللي تعمل والله 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 ما يتعمل لا لازروفنا ولا لقدراتنا الاقتصادية عشان بس تبقى الامور وصلة وعشان تبقى ايضا مش هنقول ان احنا نبقى فرحانين او ان احنا عندنا طموح اكتر او روحنا المعنوية ترتفع بالمناسبة اي كلام انا باتكلم معاكم فيه انا امري اروح المعنوية ما تأثرت لان التحدي انا شايفه مش دلوقتي التحدي شايفه من 25 سنة فما مش جديد علي اللي انا باتكلم فيه انا شايفه كويس وبالتالي احنا لا نصدم بالواقع اللي احنا بنشوفه احنا مش مصدمين بيه ولكن محتاجين نبقى كلنا شايفينه زي بعض ومحتاجين كلنا ان نتحرك فيه زي بعض وانا حتكلم في نقطتين صغيرين كده واقول ان انا كنت بكلم مع زمايدنا في الحكومة على حجم المشاركة للقطاع الخاص كشركات وانا هنا بكلم على مشروعات بنية اساسية يمكن في قطاع الاسكان والبنية الاساسية كباري وطرق دكتور مصطفى التشييد والبناء فانا كنا بنراجع الارقام في الفترة اللي احنا تولنا فيها المسئولية وانا هاعلن عليكم الارقام دي مش اسرار مش اسرار يعني عدد الشركات هنقول لكم الارقام عشان تحفظوها الكلام اللي بقوله ده لينا كلنا مش للحكومة ومش للإعلام لا لكل الناس انا بتكلم حاول رقم نحفظه 4500 عايزين الرقم بالضبط 4375 شرك اشتغلوا انا عايز اقول لكم ان في منهم 150 شرك اشتغلت حد ادنى مليار جنيه حد اقصى 75 مليار جنيه مش كده دكتور مصطفى يعني انا بتكلم في تريليون ومئة مليار ال 4500 شركة اللي بتكلم عليهم دول انا بكلم المصريين وبكلم الناس اللي بتسمع وناس اللي بتقولك يا طرق في فرصة للقطاع الخاص ولا لا طبعا وانا بقولهاش والله وانا بحلب بالله احنا بنتمنى ان القطاع الخاص يساهم في كل شيء ومش التمني هو تمنى بس يعني كلام لا احنا بنتمنى وبنشجع وبنقول كل المشروعات دي حتى المشروع اللي احنا في تحتحنا النهاردة ده ايو لو القطاع الخاص عايز يخش يشارك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بجد يعني ده كلام اللي احنا دفعناها هتدفعه وتبقى معنا مش كده احنا مستعدين لكل المشروعات اللي تم العمل فيها ان القطاع الخاص يشارك بالنسبة اللي هو عايزها ارجع بقى تاني اللي 4500 شركة اللي بتكلم عليهم بقول 4500 شركة دول خدوا خدوا ألف ومئة مليار جنيه ألف ومئة مليار جنيه ألف ومئة مليار جنيه في اربعة في ثلاثة يعني ثلاثة مليون أسرة اربعة مليون أسرة حسب اذا كان كل الناس متزوجة ولا لا يعني بنتكلم في 15-20 مليون إنسان بقى سبع سنين الشركات دي شغالة والمواطنين اللي موجودين فيها شغالين عشان يحققوا اللي احنا بنتكلم فيه نتكلم في طرق يبقى الطرق خلصت بالشركات دي مش بحد تاني مش بحد تاني وبالمناسبة وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده والله ثلاث مرات بس أنا بأعلنوا عشان نأكدوا بأعلنوا وبأكدوا لكم يعني هل القوات المسلحة أو أي قطاع حتى القطاع الحكومي قطاع الأعمال أو الشركات الإنشاءات اللي موجودة الفريق كامل موجود هل انت كامل تقدر تعمل ده بشركاتك سواء طرق أو إنشاءات لا صحيح فانتو أنا بس الكلام ده انت برضو محتاجين تتكلموا فيه فضل يا كامل فضل تكلم إحنا ساتك فعلا يعني زي ما ساتك يعني ذكرت الوقتي لا نستطيع أبدا مهما قطينا من قوة من شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومة حتى لو بشترك معنا شركات قطاع خاصة ما نقدرش نعمل لوحدنا إحنا كحكومة يعني مثلا إحنا هسأل المثال في وزارة النقل المشروعات بتاعتنا كل اللي بشترك معنا في مشروعات الطرق هما ثلاث شركات من الحكومة المويلة العرب وشركتين من شركات الشركة القبضة للنقل البري اللي هي شركات النيل فقط وباقي كل الشركات شركات من القطاع الخاصة كل الاستشاريين يا فندي من المصريين طب انت كامل من حقك انك انه من السر يعني انك انت على الأقل تقول لي طب انا يا فندي في من السخنة شغال معايا كم شركة 14 شركة فندي مثلا انا شغال معايا في المونريل الkuطار السريع وكذا 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 كم شركة لأول مرة فندي بيشتغل في المونريل مثلا شركات مصرية وطنية خالصة واستشارية مصر وكلها شركة قطاع خاصة الأنفاء الانفاء نافس كرا يا فندي من لأول مرة في الخط الرابع لمتر الأنفاء اللي بيبدأ من أكتوبر حتى الإرحاب إن شاء الله خمش شركات مصرية وطنية جميعها شركات قطاع خاصة عدد المؤون العرب فقط أنا بس عايز أقول حتى المؤدين العرب يا جماعة ده شغال فيه سبعين ألف ولا يا دكتور مصطفى حتى المؤدين العرب ده مش مصريين ولا يا مصريين طبعا ده فيه هكتر من سبعين ألف عامل يعني أصحاب أسر يعني يعني كل شغلها زيها زي بتاخد نفس الدرجة من المعايير والحسابات زيها زي غيرها لكن أنا بتكلم إذا كنت بتتكلموا على تلات أربع خمس شركات للحكومة فالباقي كله شركات قطاع خاص لدرجة أن أنا قلت يعني من السخنة شغال فيه كامل فيه شركة واحدة أجنبية ولا شركة أجنبية عندنا فن طب دمياط ولا شركة أجنبية أسكندرية ولا شركة أجنبية كلها ستك شركات مصرية ووطنية وأقدر أقول أسماء كلها دلوقت قول ستك عندنا أبناء حسن علام قاصد خير سعيد جمال الغرابلي سعيد أصام الغرابلي أولاد الفئة كل الشركات تفن من اللي شغالة معنا أوراسكوم أوراسكوم طبعا على رأسهم كل ستك أربعتاشر شركة مصرية ووطنية كلها الاستشاري بتاعنا دار الهندسة ما عادش عندنا حد بييجي حتى استشاري علامة من برة فلوسنا كلها فلوس مصرية من الموازنة المصرية تقريبا كلها لا بنحتاجش حتى لو بحتاجنا حاجات بسوطة جدا من الخارج بنجيبها ولكن مصانعنا دلوقت بنشجعها كلها تنتج حددنا تنتج أسمنتنا تنتج قطباننا تنتج فندرنا كل الحاجات بتاعت المواني كلها بتنتج دلوقت في مصر تقريبا أنا بس اتفضل يا كامل اتفضل أنا حبيت أسمعكم لنا كلنا بما ان احنا في مناسبة زي دي ان احنا نقول ان يا جماعة اللي بيعمل في مصر هي شركات مصرية قطاع خاص وبالمناسبة أنا بدعهم دلوقتي بقول لي شركات دي لما بقعد مع بعضهم بقول لهم من فضلكم غيروا مش غيروا يعني خشوا في مجالات أخرى انتم حققتوا خلال السبع سنين أرقاموا بقى لديكم أرصدة وقوائم مالية كويسة فانتم خشوا في مشروعات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد مش كده يا دكتور مصطفى وبنشجع ده وبقول تاني احنا مش بنشجعوا كلام احنا مش بنشجعوا كلام وما فيش حد طب انا حقول حاجة برضو طيب انا قلت ان الفدان بيتكلف 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه أحيانا اذا كان في حد في القطاع الخاص مستعد مش يخش يصرف عليهم لا انا خلصت خلصت بقول ان انا خلال سنتين يا دكتور مصطفى هنكون معندنا 2.5 مليون فدان إضافيين مش كده اللي 2.5 مليون فدان دول بكام يعني بتتكلفوا 500 مليار جنيه 500 مليار جنيه طب ان كانوا مستعدين يخش والله انه الاجراءات التنفيذية بتاعته اتعملت ان المناقصات المالية بتاعته اتنفذت ثم تم تنفيذ المشروع على الأرض وبيعمل مش هالعرض عليك المشروع اقول لك تعالى خش مع ساهم او شارك او اشتري مشروع واعملوا انت طب باقول كده ليه عشان اكدلك ان انا محتاجك معانا محتاجك معانا ثم احنا الكلام ده بينطبق على كل المشاريع ايوة يعني اللي موجودة لو النهاردة الانتاج الحرب ليه مشروعات ممكن اللي بقى فيه شراكة للقطاع الخاص انا باعلنها اهو ده توجه دولة ايوة طب شركات قطاع اعمال وقطاع عام ايوة ده توجه دولة انه بقى فيه مشاركة للقطاع الخاص للاستفادة من خبراته وقدراته واحنا محتاجين ده وانا الكلام اللي بقوله ده ده يمكن خامس او سنس مرة اقوله احنا محتاجينكم ومعايزينكم تشتغلوا معنا وماعدناش اي مشكلة في ده بس بلاش نعمل انطباعة او نفهم امور على انها يعني اه فيه مزحمة او فيه رفض لا لا لان احنا الحجم العامل المطلوب في مصر حجم ضخم جدا وحجم الخبرات اللي موجودة ده القطاع الخاص خبرات طيبة ومقدرة واحنا وطبعا وقدراتهم المالية فاحنا بنقول من خلال يعني الافتتاح بتاع النهارده ده كل المشروعات طب جهاز الخدمة الوطنية المشروعات اللي موجودة فيه اللي تعاملت متاحة ايوة متاحة لحاجتين سواء كانت للبورصة او للمشارك للبورصة او للمشارك طب انا بس عايز اقولوك على حاجة بس اي مشروع من اللي بكلمكم عليه هو اتعامل زي الكتاب ما بيتعال يعني انت لما تيجي تروح تشوف المشروع الزراع اللي انا بكلم عليه اتنين مليون فردان انت مش هتجد فيه حاجة نقصة يعني ايه حاجة نقصة يعني تسويات ارض شبكات رفع مياه وماد المياه لغاية المحوريات بتاعتنا اللي هان بيسموها البيفوت شبكة الكهرباء شبكة الطرق طب انا النهارده ما عرفش انتو كامل عاملين حساب طريق تشكة لعينات في الافتتاحال الجاية دي اللي زبوع ده ولا لا سادتك العمال الجاري تنفيذها زي تشكة لعينات وزي الفرافرة والدخل الشارع لعينات سادتك هنذكرها كمشروعات جاري تنفيذها ولكن هي لسه لم تنتهي طيب انا مثلا المشاريع اللي انا بقولها مع او للفريق كامل اللي ذكرها دلوقتي تشكة شارع لعينات وشارع لعينات الفرافرة مش كده احنا بنتكلم في الف وخمسين كيلو تلتمية وخمسين اللي هم الطريقين ثم الوصلة بتاعت الفرافرة دايروت الفرافرة دايروت الفرافرة احنا قلنا انه حتى تتعمل من ضمن الحاجات اقدر اقول دلوقتي ان تشكة شارع لعينات بتاسعة و تسعين في المية منه اللي هم تلتمية وخمسين كيلو تقريبا خلصوا وشغالين في اللي هو شارع لعينات الفرافرة عشان بتكلم في يعني ده لخدمة ايه لخدمة زراعة ما يقرب من مليون ونص فدان في تشكة وشارع لعينات طب دا للقطاع يعني لجهاز الخدمة الوطنية او للشركات قطاع العمال في الزراعة فقط لا دا ما فيه ناس ما فيه في اللعينات وفيه في القطاع التشكة فيه شركات خاصة شغالة الطريق دا حيخدمهم ينقلوا بمستلزمات انتاج لهم الفضلة كامل مستلزمات انتاج لهم او حتى بعد الموضوع ما يتزرع يقدر ينقل بي المصر طبعا طريق معمول اكتر من 20 متر اسفلت درغة وعلي خدماته من البنزيم وكل اللي انتوا عايزين الكلام دا بيتعمل عشان شوفو يعني احنا جدين قوي جدين قوي في مواجهة تحدياتنا جدين قوي في تغلب على ما نحن فيه مش هقول كلمة وحشة احنا جدين قوي ومش بس جدين احنا بنقاط ما نحن فيه عشان نخرج منه وبفضلك يا رب بفضلك يا رب هنخرج منه هنخرج من اللي احنا فيه للي احنا بنتمناه لنفسنا والبلدنا وما افتكرش ان فيه حد بيكون هدف الاصلاح والبناء والتنمية والتعمير والكلام دي انا قلته قبل كده كتير إلا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطأ صحيح انا يمكن اتكلمت عن القطاع الخاص في المناسبة دية عشان كان حصل الكلام قبل كده وانا اقدر كل الكلام اللي بيتقال اقدره بجد بس ارجو ان احنا برضو كلنا مع بعضين انا بقى شايفين كل الكلام اللي بيتقال مقدر ومحترم لان احنا يعني عارفين حسن النواية ما فيش حد عنده نواية مش طيبة تجاه بلد مصر بس يمكن تبقى الامور احيانا محتاجة ان احنا نأكد عليها ونوضعها بقول تاني طيب انا بقولش ارقام مش حقا مش حقا ما صحش مش كده دوتر مصفو الله صحيح طيب انا مش حاول اسم الشركة دي الشركة دي اشتغلت بخمسة وسبعين مليار جنيه في السبع سنين دول يعني كل سنة كام محرابة اذا كان طيب انا عملهم كده ليه انا مقدرش اقول للمواطن اللي بيزرع عمح او ده لازم تسلم عمحك مش كده مقدرش اقوله كده وفي نفس وقت كان الدكتور معيد بيتكلم على ان احنا انتاج العمح او انتاج السلع الاساسية مهم او ان احنا نبقى نمتلكه في مصر طيب لوما انا اعمل مليون فدان قمح يدوني كم تن ثلاثة ونص مليون او ثلاثة مليون ثلاثة مليون مطن طب الخيار ايه ان انا جابه منين من بره وتبقى لزروف بره سواء كان متوفر او اسعار او نقله او ظروف الحياة يعني الدكتور مصافة بيقول حط في الاعتبار ان الرقم اللي احنا بندفعه بالدولار حوالي 21 مليار للعمح يبقى انا لما ادفع في المليون فدان 200 مليار جنيه مافتكرش ان في حد وانا بقولها وبقول ثاني بقى انا حوفر عليك كل اللي انت كنت تعمله عشان تعمله تعال المليون فدان جاهزين للعايز يخش ياخدهم ويزرح مش محتاج حاجة غير انه هو يرمل بزرة ويشغل المكان بتاع الراي بمتين مليار هتعملهم ده امن قوم بقى ده يا دكتور مصطفى وارجو ان النقطة دي لما قولها ننتبه لها في مشروعات محدش من الاقتصاديين وهو من حقه كده لانه هو صاحب مال ومن هام ومن مصلحته انه يدور على القرش بتاعه اللي حينفقه وحيكسب منه وانا مقدرش اطلبه بكتر من كده لكن انا كدولة الامن القومي عندي يخليني اصرف بشكل قد لايكون اقتصادي لانا انا بقى نصل ه بمنظور تاني طب المليون فدان دول هيشغل قد ايه طيب المليون فدان دول العوايد بتاعتهم قد ايه طب المليون فدان دول لو انا قلت كل فدان يشغل واحد طب نص يعني خمسمة الف طب ده الاتاحة اتاحة المنتجات دي داخل الدولة المصرية وبالجنيه للنموة دكتور معيت مش كده مش هيزودلي معدل النمو في البلد ديت لما ادخل مليون فدان اضافيين على انتاج الدولة في زرعة او زرعتين في السنة مش كده مظبوط يعني طب مش هتاخد عليهم ضرائب مظبوط طب انت بتعافي كل الفلاحين بتعافي المليون فدان يعني انا بس حبيت اقول لكم كده الفضل لدكتور معيت انا ليه كنت ك احنا اسرة واحدة احنا اسرة واحدة مصري قطع خاص حكومة كلنا واحد ما حد شول انت وانا احنا وانا قلت الكلام ده كتير وانا بطبيعة انسان بحاول اكون صادق عشان ربنا هيحاسبني على كل كلمة الاتحديات اللي موجودة بلدنا انا اتكلمت فيها في الاول مش احنا اتكلم فيها تاني عشان ما تبقاش تكرار مالوش لازم يعني يا جماعة البلد دي هتقوم بينا كلنا بفاهمنا كلنا وبقدينا كلنا مع بعضنا هنقدر نحل كتير من المسال ويمكن الكلام اللي قاله في بداية الدكتور عاصم لما قال ودكتور مصطفى لما قال ان احنا منتكلم في 13-14 محورها كامل على النيل بعتشر محور ستك في السايد فقط مش كده تمام بفن انا عايز اقول بفكر نفسي وبفكر كامل من 3-4 سنين لما كنا منتكلم على ان المسافة الجانبية بين المحور والمحور 100 كيلو وقلنا ان احنا مستهدفين 25 كيلو كان ساعتها المهندس عرفاط مش كده كان هو الوزير النقل ساعتها كامل اي فن وقلنا لا دي احنا لازم نوصل نحن النهاردة نقدر نقول الحمد لله احنا وصلنا للرقم ده ما وصلنا لهش كده بالاماني احنا وصلنا له بالعمل وبان تتحط له الخطط وتتحط له الموارد وبالمناسبة اتفضل الكامل ما فيش جينا النهاردة نعمل على الطريق ده ويكون دخل على الارض الزراعية وقولنا الارض الزراعية دي ايه كده مش كده لا الارض الزراعية بيتم تعوضها بسعر عادل للناس عشان ما يبقاش الطريق ده رغم ان هو منفاعة عامة ما قلتلوش حتى ساهم معايا في المنفاعة العامة ما قلتلوش كده ومش حنقوله كده بس بنقوله احنا يعني رغم ان احنا بيبقى قلبنا بيكلنا على ان احنا بنعمل طريق وبنتطر نخش في ارض الزراعية بس ما عندناش خيار تاني لو فيه خيار تاني بناخده طب بندفع تعودات للناس ايوه تعودات عادلة ايوه طب حتى لو احنا بنعمل الكلام ده في مناطق سكنية وطبعا الناس اللي هي بتسمعني دلوقتي عارف اللي انا بقول عليه ده لو كل مواد احنا دخلنا في في الدائري اكتر من الفين ومئة عمار الفين ومئة عمار اتشالوا فيهم عشرة دوار مش كده كامل ولا اي تمام يا فنم خلصنا الف ومية والالف شغالين دلوقتي عشان الطريق السطحي دفعين فيهم ستك سبعة ونص مليار جنيه تعودات للناس قبل ما بيطلع من شايته بياخد ستك التعود انا بقولي الكلام ده اتفضل يا كامل طب وحد يتاني يقول ليه طب ما تسيبها ما تسيب الطريق كده ما هو الدائري ده كفاية الحارات اللي فيه انت بزاوده العدد ده كله ليه لان حجم النمو المطلوب للحركة عايز العدد ده عشان انت تقدر تستريح ولو فيه تنمية ولو فيه استثمارات ولو فيه ده تقدر تتحرك بس ما جبناش على حساب الناس ما قلناش نماشي الناس دي تمشي من مكانها واحنا لا دول اهلنا والكلام ده بينطبق طب مسترد مع نفس الكلام كل اللي هما جينا نوسع الطريق اللي موجود مهاجم ما عايزة اقول لكم على حاجة ما احنا اللي حصل خلال الاكسينين اللي فاتت كانت الناس سابق الدولة فلما سابقت الناس عملت اللي هي عايزة او مش اللي هي عايزة يعني اللي اللي اضطرتها الظروف انها تعمله فلما جينا نصلح ما قلناش الناس تشيل تمن الإصلاح لا قلنا الدولة هي اللي تشيل تمن الإصلاح في كل المجالات اللي بتشتغل فيها ده امر احنا حرسين عليه واناقوله الكلام ده رسالة لان احنا دلوقتي داخلين في خطة كبيرة جدا في توسعة القدرة قدرة الحركة في البنية الاساسية في الطرق فبنتطر ان احنا نخش على يعني في القاهرة التاريخية زي ما بكلم مع الدكتور مصطفى احنا بنتكلم في مش عشرات الالاف من الشوعة بقى مش كده دكتور مصطفى احنا بنتكلم في اخر عرض للدكتور مصطفى عليها بيتكلم في ماتين وعشرة الف وحدة بكام مئة مليار جنيه ده لو احنا قلنا للوحدة بخمسمائة الف جنيه ماتين الف وحدة وعشرة في القاهرة عشان احنا نسيب اهلنا في الحالة اللي موجودة فيها القاهرة بالشكل التجمع العمراني ده لا ده اقتصادي ايا دكتور مصطفى والله ما اقتصادي احنا اربح منه احنا اربح منه حاجة واحدة اقول لك وهو رضا ربنا ورضاكو رضا ربنا وايه ورضاكو يا ناس ف ده احنا بنجري ونشغل فيه تشغيل لغاية لما الصناعة تنطلق وتقدر توفر فرص عمل اكتر انا عايز اقول هنا هو كان فرص تعمل توفره هنا في المشاريع دي كلها حاجات مش يعني يعني لو لكنها نهارده عندي مشاريع تشغل الناس في الاربعة تلاف وخصومية شركة افضل من كده لا حتى الان لا في الزراعة فيه اكتر من اللي انا بتكلم في ده لا طب هل ده العائد بتاعه زي ما يكون النهارده عمالة ماهيرة في الصناعة وفي الاتصالات هتاخد اكتر هتاخد بس ده مرحلة احنا لسه هنشتغل عليها انا تحيات لكل من لكل اللي اشترك وكل اللي اشتغل وكل من بذل جهد وقد وبيقدي وحيقدي وانا لما بشكر الحكومة اصلحنا في الجلسات بتاعتنا هم بيتقلموا مني لا بيتقلموا وانا عارف بس بيتقلموا مني من انا مجنغزب عني انا زي ما قلتلكم ربنا ما بشوفش للمخلص عشان عايز اخلص معرفش العمر هيديني ولا لا فعايز اخلص كله عشان يعني حبي للناس وابل كده حبي ربنا سبحانه وتعالى عايز اعم افضل خدام لله وللناس لغاية لما مش فربنا وفقنا شكرا جزيلا